السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى سلسلة حكمة بالغة ألفناها فأهملناها اليوم مع حكمة أيضا في بيت من شعر الإمام الشافعي إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء وسأدخل مباشرة إلى قصة من أعجب القصص والعهدة على الراوي إن كانت صحيحة فهي بالغة الأثر للحاج المرحوم هائل سعيد أنعم رحمه الله وهو من رجال الأعمال من تعز اليمن يعرفه الناس في اليمن وغير اليمن هذه القصة تقول بأن أحد الفقراء دخل إلى مطعم وكان يريد أن يطلب لحما فقال متذمرا ومتحسرا على حاله وعلى فقره ليتني هائل سعيد أنعم حتى أطلب اللحم فشاء الله أن يكون هائل سعيد رحمه الله في ذات المطعم وسمعه طلب له ما شاء من اللحم ثم لما انتهى قال له يا فلان أنا هائل سعيد أنعم أنا ممنوع طبيا من أكل هذا اللحم الذي تناولته ولا أكل إلا هذا خبز ولبن وما إلى ذلك انظر إلى أثر أو إلى عمق هذه الحكمة التي نغفل عنها كثيرا كم منا من قضى عمره كله وهو يتحسر ويحزن وقد يحسد غيره على نعمة أعطيها وهو حرم منها ولا يدري هذا المسكين بأنه قد يكون هو أكثر تمتعا وتلذذا بهذه الحياة من ذلك الغني الذي ظل يحسده طوال عمره إذن إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء بل وأزيد على ذلك قد لا تكونون سواء قد تكون أنت أفضل منهم نسأل الله أن يرزقنا القناعة ترجمة نانسي قنقر